اشتركوا في القناة للنبي عليه الصلاة والسلام أنه أدى الأمان ونصح الأمة وبلغ وجهد ذي الله حق الجارف لماذا يقع الشرك في الأمة ما أسباب وقوع الشرك حتى نعرف لماذا يقع الشرك في الأمة مفهوم؟ وهذا من أهم الأقسام لا بد تعرف سبب وقوع الشرك لأننا وهذه الدعوة أصلا دعوة الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب تسمى الدعوة الدعوة إيش؟ الإصلاحية لماذا؟ لماذا دعوة إصلاحية لا دعوة إستاذين؟ وله دعوة تكذيرية لماذا؟ لأنه أراد إصلاح المجتمع إصلاح الخلق لم يأتي بالتكفير لم يأتي بالقتل لم يأتي بالتفجير لا جاء بالإصلاح حتى نصلح المجتمع فأنت الآن دورك ما هو؟ إصلاح تسعى للإصلاح صحيح؟ وما توفيقي إلا بالله لابد أن تسعى للإصلاح لا للإصلاح بعض الناس يغل الشاغل تكفير المجتمعات تكفير الإصلاح وبعض الناس لا يقول لا أدرك الناس على ما هم عليه لا إذن لابد نسعى لماذا؟ للإصلاح إذن هذه دعوة الإمام المجدد محمد بن عبدالله رحمه الله فأراد أن يبين لك أسباب وقوع الشرك حتى تستنينها حتى تحضر وتحق فترى في هذا القسم أبواب أربعة الباب الأول باب ما جاء من سبب ليس السبب الرحيم لكن هو من أخطر الأسباب وأول جرح حدث في الأرض بشبهة الغلوف الصالحين لأن الغلوف الصالحين يجعلهم يعبد من دون الله نعم الثاني الغلوفي قبور الصالحين الثالث مضربة العكوب على القبر لعمل صالح فكيف إذا عكف على القبر لعمل غير صالح كم قسم الآن؟ كم سبب من أسباب وقوع الشرك؟ ثلاثة الأول الغلوف الصالحين الثاني الغلوفي قبور الصالحين الثالث مضربة العكوب على القبور لأن القبور عند الأهل السنة وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي كان يأكل ثم أو بصل ينفى إلى أي كان ينفى إلى البقير وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر لصلاة الظهر أطال حتى يذهب الذاهب إلى البقير لماذا؟ لأن القبور لابد أن تكون خارج البنيان حتى لا تكون ذريعة للشرك وداخل البنيان إيش يكون؟ المساجد ولهذا أهل السنة والجمعة سواء جعلناكم منه يعمرون المساجد وأهل البدع والباطل يعمرون المساجد ويبنون عليها القبر نعم الشيخ بالبارس رحمه الله تعالى أمر بهدم بجمن أمر بهدم بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أمر الشيخ من باز رحمه الله تعالى بهدم بيت من؟ محمد بن عبد الوهاب لماذا؟ لأنه كان هناك من طلاب العلم يقول نريد أن أذهب إلى الدلعية ننظر على المكان الذي كان يدرس به ويدرس فيه وينام فيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نريد أن أعرف المكان الذي كان فيه فلان من الناس لا هذا هو ذريع للشرك محبة الصالحين لا تكون بهذه الطريقة لا محبة الصالحين تكون بهذا أن بن باز رحمه الله تعالى أمر بهدم بيت الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب حتى لا أحد يذهب إليه وقل ننظر ماذا تريد من بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إذن عندنا ثلاثة أسباب أخطر الأسباب الأول الغلوف الصالحية الباب الرابع ما هو ما هو الباب الرابع حماية النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يحمي التوحيد فقط بل حما حما التوحيد حما حما التوحيد كيف كأن التوحيد هذا هو جعل التوحيد سور النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يقن السور حتى لا أحد يقع في السور فضلا يقع في التوحيد الآن قصر الوزير أو قصر الأمير يسمع له كم سور سور واحد لا يسمع له أكثر من السور لماذا؟ لأنه حتى إذا تعدى أحد على السورة الأول لا يستطيع يتعدى على السورة الثانية فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحمي التوحيد فقط بل حما حما التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك إذن الأبواب عندنا أربع أبواب أول شيء الغلوف الصالحة هو سبب الكفر قديما وحديثا كيف؟ أول شيء حدث في الأرض في قوم نوح عليه الصلاة والسلام ماذا صنعوا؟ صنعوا أشياء هي في الحقيقة بدعة لكن معرفة الشيطان بما تقول إليه بدعة ولو حسن قصد الفاعل القصد صحيح لكن الطريق خطأ الغاية لا تبرل الوسيلة الغاية ما هي؟ محبة الصالحين الوسيلة قل صوروا كما في لهم وعكفوا على قبورهم وضال عليهم الأمد فعبدوهم من دون إله كيف نحب الصالحين؟ وصل لا إفرام ولا التطريق بعض الناس يجلس نائم في الدرس متكه يلعب في التليفون ولا يدري عن شيء حتى ينتهي الدرس إذا انتهي الدرس خالوا ولا الشيخ ماذا تريد؟ قال أحب الشيخ وليس أقبل رأس الشيخ ذات محبة الصالحين ليست للتقديل يعني هذا شيخا الشيخ أبد المحسن عباد حفظه الله وأمد في عملي يعني هاي هو جاء الآن ويدرس درس يومي ودرس كتب السنة من أجل أن تقبل رأس؟ لا تدعوه للغداوة العشاء؟ لا اجرب منه تأخذ العلم تتعلم تعمل تدعو تذف عنه تدعو له في ظهر الغير صح هذه المحبة الحقيقية أما المحبة بالقيام وبتقبيل الأيدي والأرجل هذا ليست محبة حقيقية إذا لابد أن نتوسط في محبة الصالحين ننظر كيف كان السلام الصالح يصنع لكن لا إفضل كفريق ليس معنى هذا أن تنادي تقول يا فلان للشيخ لا حتى يقول العلماء رحمه الله أنه لا يصرح أن تقول للشيخ يا شيخ خطأ استقول ماذا تقول يا شيخ خطأ تعترف له بالفضل صح حملا أما يا فلان ما يصر إما قلوبه في التقبيل والتمشق والركوع وإما شك وشك الثاني